السلام عليكم عمر معاكم هنا ماركت أبديت سلسلة من الأخبار السريعة السلسة المفيدة وحنبدأ في حلقة اليوم نتكلم عن الحرب الروسية الأوكرانية حنتكلم عن أسواق الأسهم اللي شهدت نزول بسيط بعد ارتداد عظيم بالنسبة للأسواق حنتكلم عن ملك السندات ولما يتكلم ملك السندات على الركود الاقتصادي لازم نسمع وطبعا حنتكلم على الأسواق الصينية وحنختمها بالعملات الرقمية اللي يحب يتعلم أمور الاستثمار اختيار الشركات إدارة الأموال تحليل القوائم المالية كورس متكامل 20 ساعة من المحتوى تلاقوا تفاصيله في الديسكريبشن ونبدأ حلقة اليوم طبعا الأسواق العالمية ككل شهدت ارتفاع جيد في آخر يومين تقريبا بسبب أنه في كثير من وسائل الإعلام تتكلم أن الحرب الروسية الأوكرانية على نهاية المطاف الوضع بدأ يتكلم على جانب السياسي بيستوكس بدأت ولكن هذه الأخبار كلها من وجهة نظري كنا بنقول أنه خاطئة لا أعتقد أنه حيصير فيه سلام في الفترة الحالية وهذا اللي أكدته الواشنطن الوالد ستريت جيرنال أنه الحديث بين الدولتين عن البيستوكس وقف وأنه يعني تقدروا تقوله الروس قاعدين يتمد يمتدوا قوات الروسية في أوكرانيا وبالتحديد في المناطق المجاولة لكييف الحرب ما زالت مستمرة وخلينا نشوف الأيام القادمة ولكن المؤشرات يعني غير إيجابية نتكلم كده عن أسواق المال وإيش صار طبعا ارتفاع تاريخي بالنسبة للمؤشرات أتوقع مؤشر الـ S&P 500 من منتصف مارتش يعني ما شهد إلا يومين من الأيام في السلبي كل الأيام كانت إيجابية يعطيني نظرك كده لماذا يحدث بالنسبة للأسواق ويعطيني قوة المستثمرين وإيمان المستثمرين بأسواق المال في الفترة الحالية غير يعطيني أنه لا يوجد أي وسيلة للاستثمار في الفترة الحالية غير أسواق الأسهم لكذا قلنا في الحلقة الماضية السندات باعوا كثير من السندات والناس كلها تتجه إلى أسواق الأسهم ودائما نقول أمس مثلا الأسواق نزلت وشهدت نزول ودائما نقول لما تنزل الأسواق تلاقي أسعار النفط ترتفع وأسعار الغاز الطبيعي ترتفع وطبعا مؤشر الـ S&P 500 بعد ما كان نازل ما يقارب 13% بين أول ربع في السنة اليوم هيقفل شكله شهر مارتش على 5% بالارتفاع طيب زي ما قلنا لما ينزل السوق القطاعين اللي دائما يرفعوا الأسواق هما قطاع الطاقة وقطاع الكهرباء قطاع القطاعين اللي لازم يكونوا موجودين في محفظتنا الاستثمارية أنا طبعا عندي قطاع الطاقة ولكن قطاع الكهرباء خففت استثماراتي ولكن ربما أغير رأيي في الفترة القادمة ليش لأن الغاز الطبيعي سلاح جديد يستخدموا الروس على حساب الأوروبيين وتقدروا تقولوا 32% من الغاز الطبيعي اللي يتصدر إلى اللي بيستخدموا أوروبا يأتي من روسيا وطبعا في الأيام الماضية في علاقة متوترة جدا بين ألمانيا وروسيا الروس بيقولوا لازم تستخدموا لازم إذا تبغوا الغاز الطبيعي حقا تستخدموا عملة الروبل فهذا حيحض ضغوطات بشكل عالي جدا على الاتحاد الأوروبي لأنه في النهاية لازم يعني إذا تبغوا الغاز الطبيعي حقنا تشترووا بالعملة حقتنا وهذه ضربة قوية بالنسبة لروسيا بالنسبة للدولار وطبعا هنا يؤكد بعض الاقتصاديين الألمان وهذه نقطة مهمة جدا إذا تم منع أو ما استخدموا الغاز الطبيعي الروسي في الفترة القادمة ربما يؤدي إلى ركود أو انهيار اقتصادي في أوروبا ككل فهذا كمان يعني من المحللين الاقتصادين بيقولوا وضع أوروبا من ناحية الغاز الطبيعي واعتمادهم على روسيا شيء خطير جدا وطبعا أمريكا هنا بتقولك لا اقطعوا الغاز الطبيعي وخذوا الغاز حقنا فهذا يعطيني انطباهي أن أمريكا دخل في لعبتين واضحة وصريحة الجانب الأول أن الحرب هذه ستستمر والجانب الآخر أن تستفيد من ناحية العلاقات وتستفيد من شركات الغاز الطبيعي فهذا يعطيني انطباهي أن ربما الحرب هذه تستمر أكثر لأنه فيها علاقات بيزنس صارت أكثر خلينا نشوف ردة فعل أوروبا في الأيام القادمة ولكن أقدر أقول لكم أن يشوفها فرصة جيدة للاستثمار في شركات الغاز الأمريكية قاعد أعمل دراستي لبعض الشركات وإن شاء الله أتابعكم ولازم تعرف أن الغاز الطبيعي التذبذب فيه عالي جدا والمخاطر فيه عالي لأنه ارتفعت بعض الشيء في الفترة الأخيرة ليس بنفس ارتفاع الطاقة ولكن ارتفعت طبعا تكلمنا على العلاقة بين العشر سنوات سنتين ما حاعد اللي ما شاف وما يبغي يعرف العلاقة شاهدوا الحلقة الماضية اللي سويناه ولكن اللي أقدر أقول لكم يعني دائما لما تكون العشر سنوات الفائدة في العشر سنوات أقل من السنتين في السندات يعرفوا أنه يعني يصير في فلات للكرف ونخش في مرحلة ركود هذا المؤشر دائما يبين مرحلة الركود بالنسبة للاقتصاد وتكلمنا في الحلقة الماضية أنه بيرنس تقول لك إيش يعني هذا التقرير غير مهم لا تؤمنوا فيه ولكن يتحدث ملك السندات جيفري غنلاك هذا الرجل يعني أعظم رجل في مجال السندات يقول لك كلام فاضي لا تؤمنوا في الناس مثل بيرنس وزي الناس ترى هذا الييلد كيرف مرة مهم وعبر التاريخ دائما انديكيتر مهم جدا بالنسبة للركود الاقتصادي أو الانهيار الاقتصادي وشيء مهم لازم تعرفوه أنه حتى لو صار هذا الفلات في الييلد كيرف مو معناها حيصير في ركود اقتصادي يعني تستمر هذه لفترة طويلة يعني عليما نعرف أنه صار في ركود ربما 12 شهر إلى 24 شهر وأحيانا لما يصير فلات في الكيرف يرتفع الأسواق ارتفاعات تاريخية وبعدين يصير في ركود فهذا صعوبة أنه مثلا شفنا الييلد كيرف صار هذا ونبيع كل استثماراتها لأنه ممكن نكون خارج الأسواق لفترات زمنية طويلة وهذا بالتحديد اللي أنا أتوقع لا أعتقد أنه هتخش أمريكا في ركود اقتصادي وأقول لكم ليش أبغيكم تشوفوا اللون الأزرق الرون الأزرق هو العلاقة بين السنتين عشر سنوات سندات وهذا طبعا كل ما توصل مرحلة الفلات في الكيرف أبغيكم تشوفوا اللون الأصفر اللي هو الفونز ريت الفونز ريت هو الرقم أو الفائد التي ترفعها الفيدرالي يعني مثلا الشهر الماضي رفعت 0.25 شوفوا كل ما يصير فيه فلات للكيرف شوفوا اللون الأصفر يرتفع أي اللون الأصفر ينزل شايفين كيف نازل؟ نازل 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 إيش معناها؟ أول ما يصير فلات في الكيرف الفيدرالي ماذا يفعل؟ ينزل الفائدة بدل ما يرفع الفائدة هذا عمله في 89 نفس الشيء عمله في 2000 2000 إيش صار؟ عندك اللون الأزرق نزل للصفر تقريبا وبالسلبي شوفوا إيش سوى الفيدرالي نزل الفونز ريت إلى الصفر نفس الشيء في 2007 نزل الفلات ونزل الفونز ريت شوفوا إحنا اليوم إيش الفيدرالي يبغى يسوي الفيدرالي يبغى يعكس الآية اليوم وزلنا لهذا يبغى يرفع الفائدة الفوق هذا يعطيني انطباع أنه مؤشر خطير جدا والفيدرالي لا يوجد له الأسلحة لأنه في النهاية حيرفع صحيح ولكن ما حيرفع بطريقة شديدة مبالغ فيها لأنه حينهار السوق بكل تأكيد ويؤكد الكلام نفسه محمد عليرين ويقول لك أنه الفيدرالي في مرحلة لوس لوس خسارة خسارة لأنه عنده خسارة لو رفع الفائدة بطريقة مبالغة ينهار الاقتصاد ويصير فيه ركود اقتصادي لو ما رفع الفائدة بطريقة عالية حتصير فيه تضخم عالي وهو خياره أنه يفضل أنه يكون فيه تضخم ولا أنه يسبب انهيار بالنسبة للاقتصاد وأعتقد هذا هو الطريق بالنسبة لأمريكا عشان كده أعتقد أنه البول ماركت الأمريكي سيستمر وحامل دراستي في الأيام القادمة ولكن المؤشرات تعطيني انطباع أنه البول ماركت سيستمر ويعطيني انطباع أنه ما حنخش فيه ريسيشن بالنسبة لأمريكا في السنة القادمة ربما يحدث ذلك في السنة اللي بعدها خلينا نشوف ولكن نتكلم فيه الحالي لا أعتقد ذلك وخاصة أنه الوضع الأمريكي اليوم حساس أمام أوروبا أمام الصين ولا أعتقد أنه وجود ركود اقتصادي في أمريكا وأنه الفدرالي يدف أمريكا إلى مرحلة ركود هتكون صورة جيدة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي طيب نتكلم كده عن الأسواق الصينية وطبعا هي في مرحلة بير ماركت أكثر من سنة ونزلت نزول شديد شوفوا طبعا ارتدت ارتداد بسيط في الأيام الماضية ارتداد بسيط من نزول شديد جدا ولكن عبر التاريخ يقول لك حصل بير ماركت بالنسبة للصين لفترات كثيرة طبعا في التسعينات نزلت 25% في عصر الإنترنت نزلت 55% وطبعا في الفينانشي الكرايسيس نزلت 67% يستمر النزول في العادة في الأسواق الصينية ليس أكثر من سنة أكثر من سنة البيير ماركت يستمر لسنة والأفريج النزول بالنسبة للبيير ماركت في الصين 42% احنا اليوم لو ننظر للأسواق الصينية نزلت 45% ولها أكثر من 400 يوم في مرحلة بير ماركت يعطيك الانطباع أنه ربما يصير في الريكوفري خاصة لما طلعت الحكومة الآن قالت وحضخ في الاقتصاد بدأت تعمل مؤشرات أنه حضخ في الاقتصاد وتفيد الاقتصاد وتوقف الضوابط على الشركات فيسألوا كثير ها كيف نستثمر في الصين أقول لكم اللي نظرته طويلة زي ما زلت مؤمن بالشركات الصينية الأسعار اليوم في الشركات الصينية الأرخص من أكثر من 10 سنوات لم تشهد هذه الأرقام يعني الفورورد بي إي بالنسبة للشركات الصينية تقريبا وصلت سبعة أرقام تاريخية من النزول يعني حتى فيه ما عمرها نزلت بهذا الشكل من أكثر من 10 سنوات الأفريج بالنسبة للفورورد بي إي تقريبا 11 في الصين أمريكا طبعا الأفريج 16-17 فيوريكم إحنا اليوم بنتكلم بين تقريبا سبعة فأقدي إيش أسعار رخيصة ولكن أقول للناس أنه الطريق في النهاية أيضا مظلم وملئ بالتذبدبات العالية لأنه صار عالم الاستثمار في الصين وحتى أمريكا ليس مبني على علم للأسف مبني على حكومة وتصرفات الحكومة ويعني يسألوني كثير ليش نظرة طويلة أقول لكم موضوع الديلستنج موضوع الديلستنج هذا اللي مراضي يعد لي أكثر من 20 سنة هذا الخطاب والكلام عن الشركات الصينية نشرح للناس إيش المشكلة الرئيسية المشكلة الرئيسية أنه أي شركة تدرج في أمريكا تطلب الأسي سي منظمة المال الأمريكية أنه تعمل يعني أي وقت تبغى تحقق في أرقام الشركة دخلها مصاريفها هل في تدخل حكومي يحق لهذه الشركة أو منظمة المال الأمريكية أنه تطلب التقارير والجهة التقارير الصين رافض هذا الشيء في الأيام الماضية صار في حديث بين الدولتين ويقول الجانب الصيني أنه ربما نوصل إلى اتفاق ولكن طلع طلع الأسي سي تشيرمن غيري جنزلر ويتكلم أنه لا ما وصلنا لاتفاق ويعني على الصين تتعامل كأي دولة أخرى تعطينا متطلباتنا ولا حيصير فيه دي لستنج لشركات أخرى وحط في لستة الشركات أربع شركات جديدة منها شركة بايدو هذا أخاف الأسواق الصينية يوريك أنه الجانب الأمريكي لا يريد أن يتنازل في هذه النقطة وخلينا نشوف ردة الفعل الصينية في ماذا يحدث ولكن نحن في المركب يعني قاعدين بين الاثنين طبعا نصح كل المستثمرين لا تستثمروا في الشركات الصينية المدرجة في أمريكا اطلعوا من الشركات اللي وحطوها في هونغ كونغ ولكن هذه الأخبار تؤثر حتى على المستثمرين المستثمرين في هونغ كونغ لأنه كمان زي ما قلنا كثير من منظمات المال هي منظمات غربية والغرب يتأثر بالأخبار الأمريكية والضغوطات الأمريكية وحتى يعني ما يحب المخاطرة بهذا الشيء فهذا يعتبرها مخاطرة عالية فإيش بيصير عشان كده يوريكم في فبراير كان من أكثر المرات اللي خرجت منها الأموال الغربية وفي مارج كمان شهدت بعض الخروج للأموال الغربية ولكن في حركة اللي هي الأموال الصينية دخلت تساند الأسواق في الفترة فموضوع الديلسنج هذا سيستمر من وجهة نظري سيسبب تذبدب بالنسبة للشركات لا أعتقد الشركة يعني غير واضح الصورة في النهاية مبنية على أخبار حكومية في النهاية الوضع الصيني ولكن اللي نظرته طويلة أرى أنه استثمار مجدي للمستقبل وأنا طبعا من المستثمرين نتكلم كده على العملات الرقمية وصار في قصة هاك تقريبا 615 مليون لواحدة من النتوركس اللي تتعامل بالجيمز والشيء العجيب والجميل بالعملات الرقمية وبالتحديد حتى البتكول أنه نزل لما طلع هذا الخبر 615 مليون ليس رقم بسيط نزل للـ 46 دولار للبيتكوين ولكن رجع ارتد إلى 47 مع وجودة كلمة الهاك كلمة الهاك من وجهة نظري لما تقول هاك هي أكبر كلمة مؤثرة على البيتكوين ولكن التاريخ يقول لك ليه 13 سنة هذه العملة لا تتأثر يعطيك انطباع أنه التكنولوجي اللي بتستخدمه الكريبتو كيرنسي من أقوى التكنولوجيز ومن أعمى التكنولوجيز لدرجة أنه حتى خبر زي كده من شركة معينة لا تؤثر على العملات الرقمية وفي نفس التقرير يتكلم عن مايكروستراتيجي الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي مايكل سيلر هذا الرجال مجنون والله ما شفت رجل بهذا الجنان يأخذ تقريبا 205 مليون دولار من الديون والديون يستخدمها للاستثمار في البيتكوين اللي هي عملة متذبذبة بشكل عالي يأخذ دين عشان يستثمر في البيتكوين يوري قديش هذا الرجل مؤمن بالبيتكوين ويعني لا يعرف أو مو عامل دراسة للمخاطر أبدا لأنه تاخد دين على حساب يعني هذه ربما إذا نزل البيتكوين تفلس الشركة ككل والمستثمرين اللي معاه ولكن عنده إيمان بشكل غريب جدا في البيتكوين طبعا لا أنصح الناس أنه تستخدم الدين في الاستثمار في أي شيء ولكن خبر حسيته قوي جدا أنه هذا الرجل يأخذ الدين إثماراتكم شكرا وإلى اللقاء